عايز اعرف بقى ازاي انضمت لمنتخب مصر والكواليس كانت ايه وعرفت ازاي وكان في مباراة ايه الله احنا اول ماتش في الدوري كان طلع الجيش فعملت ماتش كويس وكسبنا الماتش ده والجهاز الفني كله بتاع المتخب كان بتفرج انا انا ما معرفش خالص بعد الماتش كابتن كريم تاني يوم في التمرين قال لي الجهاز كان بتفرج واتكلم عليك بشكل كويس وان شاء الله تبقى موجود معهم بس اللازمة انت بقى ايه تستمر على الماتشات بتاعتك تبقى تستمر بقى ده كويس بس الحمد لله عملت ماتشين بعد كده كويسين وعرفت بعد كده ايه القايمة نزلت وعرفت ساعة القايمة يعني وقت نزول القايمة عرفت ساعتها بس مفيش حد من الجهاز الاداري كلمك قابليها نا لا خالص هو قبلها بنص ساعة بيقول لي بيصبرك مثلا كويس في مشاكل في الوراق اقول لي لا بس عشان انت مرشح تبقى موجود بس بعدها بنص ساعة عرفت ان انا موجود في القايم شعرك بقى كان ايه واول حاجة فكرت فيها كانت ايه واول حاجة عملتها كانت ايه لا طبعا كنت مبسوط جدا حاجة مكتش متوقعة يعني انت بتلعب اسم منتخب مصر ده يعني كبير جدا انك تبقى موجود في منتخب مصر حاجة كويسة طبعا في السيفي بتاعك تبقى لعيب منتخب مصر حاجة كويه جدا ان انت تحافظ ان انت تبقى موجود دي حاجة اصعب ان شاء الله باذن الله راح تبقى موجود تاني باذن الله خصوصا أن أنت كنتش موجود في الأولمبيات رغم أنك كنت بتلعب بشكل أساسي مع البنك الأهلي ساعتها والله بس حيث الأولمبيات دي حاجة يعني بتاعت ربنا برضه أنه كنت موجود في المعسكرين قبل الأولمبيات والمعسكر خلاص قبل البطولة على طول ما كنتش موجود فيه يعني كنت بلعب المطشاط كلها وكنت ماشي بشكل كويس بس برضه ممكن نتاج الفرقة مساعدتش برضه أنه إحنا إيه يعني حد بصص عليك بشكل كويس إديتي ساعتها أن أنت كنت بتلعب وما روحتش وكان في بعض العناصر ما بتلعبش وانضمت لا لا خالص ده كله رزق ونصيب وإنت لازمة تطور من نفسك يعني أن أنت ما نضمتش المنتخب دي مش نهاية الدنيا أهم حاجة تطور من نفسك وتبقى موجود بعد كده وده ساعدك وخلي عندك التحدي أنك تروح المنتخب الأول؟ طبعا طبعا عايزة أعرف فيها أول لما شفت الخبر أو عرفت أنك موجود في المنتخب كنت فين ساعتها؟ أنا كنت مع مراتي كنا خارجين بره وبنتغدى كده وعرفت ساعتها أن أنا موجود في المنتخب مصر بسي كنا وسطين جدا بسراعة عملت إيه بقى جبت لها دي؟ آه طبعا توقعت بقى استمرارك مع المنتخب حتى بطول الكاس العرب؟ والله يعني بص أنا في التمرين كنت بقى موت نفسي يعني كنت بقى موت نفسي في التمرين أنا عايزة بقى موجودة حيب بقى موجود ده الباقي بقت عربنا يعني أنت تعمل اللي عليك والباقي بقت عربنا أول يوم بقى دخلت في المعسكر لأول مرة مين أول حد استقبلك؟ ده اللعيبة كلها بصراحة تكلمت معي كويس جدا كل يعني أنت موجود في المنتخب بقى لك فترة عادي ده بتكلم على أول مرة قبل كاس العرب آه أنا أقول لك أنت موجود أكنك موجود في المنتخب عادي يعني اللعيبة كلها متحسس اللعيبة اللي لسه دخلها أن أنت بعيد ضحك وزار عادي وكلام مع بعض ده شعل من عليك الضغوطات شوي طبعا كلام بقى مستر كيروش معك كان إيه وكلام كابتن والجمعة خاصة أنه مدافع كبير برضو لا كله أنت لعب كويس ولو مش كويس ما كنت نش هتبقى موجود وحاولت أحافظ على كده بس أول مباراة بقى تشارك فيها في كاس العرب قدام الجزائر والوضع صعب والدنيا مكهربة وصابت حجازي ساعتها آه بص أنا كنا قاعدين على الدكة ساعتها ومرة واحدة أمسخة نتزل طبعا في رهبة في الأول بس الحمد لله أول ما نزلت الدنيا تمام وعادي احنا كنا متأخرين واحد سفر الحمد لله ربنا كراننا وتعادلنا الحمد لله أنا شايف أني كنت يعني ماشي بشكل كويس في المطش ده يعني مطش الجزائر كنت شايف أني أنا مقدي بشكل كويس بس وصف لي بقى الشهر وقدام جماهير ومطش زي الجزائر الرهبة بقى خدت معك قد إيه وأول لما نزلت كنت بتفكر فيه بس بعد كده أجي مطش الأوردن الثاني مطش الشهوط الأولاني ما كنت يظهر فيه بشكل كويس يعني يعني طب يعني مطش ما في بضلك يعني الشهوط الأولاني ما كنتش ماشي بشكل كويس الشهوط الثاني والثالث والرابع يعني كنت مثلا خمسين سكتين في المية يعني عاد يعني طبيعي بيحصل في الكورة أن أنت ممكن مطش تبقى كويس مطش بوحش أما حاجة تعلم من الأخطاء بتاعتك واتطور من نفسك بس مستر كروش قال لك حاجة بعد المطش ده؟ لا لا خالص ألي أنت لعيب كويس أن أنت تقدر الشهوط الأولاني يعني كنتش ماشي بشكل كويس والشهوط الثاني والثالث والرابع يعطف على رجلك والحمد لله الشهوط الثاني مثلا شايل كورتين من 18 لا أن أنت لعيب كبير ومفيش أي حاجة وهتقد بشكل كويس المطشات البعد كده